السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابها أجمعين إزايكوا حبيب عملينا يا رب دايما تكونوا بخير فيديو سريع جدا 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 ملخية نشفة بأحسن طريقة ممكن تعمليها بيها بسرعة جدا والطعم بص خيال من غير شربة بطماطم وهتشوفوا بقى الطريقة تحفى جدا تماما معايا الملخية النشفة ملخية النشفة منه بتحتاجيش منها كمية كبيرة تمام ومعايا بصلة بتقطع صغير هنزل بيها دلوقتي هنزل بشوية من الزيت وهنزل بالبصلة بتاعتي الملخية بسطوب الطريقة دي يا جماعة والله العظيم ببقى طعمها خيال طعمها ببقى جبار حلو جدا تمام هنزل بالبصلة بتاعتي أنا هعمل تسبيكة زي تسبيكة المكارونة بالزبط تمام هشوح البصلة بتاعتي شوية زي ما حضراتكم شايفين كده تاخد اللون الذهب الفاتح وهنزل عليها بالطماطم بتاعتي وخلوا بالك يا جماعة الملخية النشفة اللي بنعملها بطماطم بتبقى محتاجة طماطم كتير شوية بتفرق معاها جدا بتخلي طعمها حلو قوي او بتخلي لونها جميل جدا تمام أنا كده تمام البصلة بتاعتي باقي تمام خدت اللون اللي أنا محتاجاه هنزل دلوقتي بالطماطم مضروبة في الخلاط هنزل بيها دلوقتي على البصلة بتاعتي هنزل بالكمية كلها شايفين أنا حطة طماطم كتير لأعشان فعلا بتفرق جدا في الملخية النشفة بتخليها يعني خطيرة وهنزل بالبهرات هنمعي بهرات مشكلة وملح فقط أنا مش هحطي حاجة تانية تمام كده أنا دايما بكتفي بالبهرات المشكلة بتكفيني يعني هي فيها البهرات اللي أنا بحتاجة ومش محتاجة اكتر من كده تمام طبعا هسيبها تسبك هي كده تمام قوي زي الفل اتسبكته زي الفل هنزل دلوقتي بالملخية بتاعتي خلوا بالكو يا جماعة الملخية النشفة مبتحتاجيش منها كمية كبيرة وأنا عاملة الملخية ممكن تكون القوام بتاعها تقيل شوية لو بتحبيها خفيفة بتحطي أقل من كده كتير يعني أنا مش عارفة كمية دي قد دي الحقيقة أنا بعمل كده يعني بالنظر تمام شايفين اللونها تحفة وفظيعة كانت تحفة والله العظيم كانت تحفة وشايفين اللونها جميل جدا وصدقوني الطماطم الكتير مع الملخية النشفة بالطريقة دي بتفرق بتفتعمها جدا جدا دلوقتي بقى هنعمل الطشة طشة شوية من الزيت أو سمنة معلقة التوم وشوية من القصبرة النشفة طبعا كلنا عارفين الطشة بتاعتي الملخية تمام كده وبألفهنة يا رب كان طبق حلو جدا وسريع ومفيش أحسن من كده وده الشكل النهائي اللي ملخية كانت جميلة جدا نجربوها وهتعجبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وده كان غدانا وبألفهنة يا رب ملخية وسبمان